اشتركوا في القناة بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بالفيوم طبعا بنشكر نقابة المعلمين بالفيوم على الجهد الكبير اللي هي بتبزله في ان هي توصل المعلومة لابنائها الطلاب وان هي بتجيب افضل المعلمين في ان هم يكونوا مشاركين لتوصيل المعلومة لولادنا الطلاب النهاردة بازن الله هنتناول بعض الحلول لاحد نمازج الاسترشادية لمادة لغة انجليزية نمازج الوزارة تمام فيعني زي عبارة عن تدريبات عامة تمام في الاختبار طبعا بيجي لنا ست اسئلة السؤال الاول بيبعبار عن choose the correct answer from a b c or d وده بيبعبار عن 30 items 30 انصر او 30 سؤال اختياري بيبعبار عن 15 سؤال في الفوكاب وخمستاشر سؤال في الجرامر والستركتشيرز تمام عندنا اول سؤال بيقول لنا yesterday at five past seven I my application to the company website was uploading ولا would upload ولا upload ولا have uploaded تمام هنا yesterday بتدل على الباست الماضي وعندنا at five past seven بتدل على definite time وقت محدد in the past يبقى طالما بتكلم عن حاجة حصلت at a definite time in the past حاجة وقت محدد في الماضي بتستخدم past continuous tense زمن الماضي المستمر اللي هو بتكون من was aware plus verb plus ing يبقى عندنا الاجابة هي ايه was uploading تمام يبقى لما نلاقي حاجة تدل على الماضي زي yesterday زي last وهكذا وبعد كده حاجة تدل على وقت معين زي at او all يبقى بستخدم past continuous طيب نشوف السؤال التاني يقول لنا some elderly people need special care while their families are at work thus they go to a center a space center day camp day cure day care day time بعض الناس المسنين تمام بيبقى محتاجين رعاية خاصة واسناء ما اسرهم بيكونوا في العمل في الشغل يعني مثلا واحد او واحدة كبير في السن او كبيرة في السن فابنه او بنته او قربه ايه في العمل فهو محتاج رعاية في هذا التوقيت اللي اهل في العمل فبيزهب الى ايه مركز رعاية يومي تمام يبقى day care center day care رعاية يومية تمام اوكي السؤال اللي بعد كده بيقول لنا you had a day care center that better make up your mind on space you need to buy whom ولا which what or that طبعا عندنا which و that موجودين مع بعض يبلد اتنين كده ايه out برا ليه لان which أو that ينفع استخدمهم مع بعض تمام الا في حالة انه طبعا عندنا ايه on ما يجيش اه ما تجيش قبل ذات ليه لان ذات لا تصبر بحرف غريبة ذات كده برا طيب which ليه which برا عندنا make up your mind make up your mind ده verb expression اه على بعضه كده verb يعني يقرر equals decide ف which تمام ما تجيش بعد الverb اكي وانما البروناون هنا اللي هنستخدمه بعد الverb هو what what البروناون اللي ممكن استخدمه بعد الverb ان يكون فيه verb فعل بعد كده ممكن استخدم ايه what يبقى on what you need to buy اكي شوف السؤال اللي بعده بقول لنا recently Egypt has released rising launched launched its latest satellite Egypt set a a برضو ده فكاب بقول لنا مصر قد عملت ايه القمر الصناعي الحديث او الاخير مصر set اي او ايجب set اي تمام يبقى ايه عندنا بالنسبة للساتيلايت او الروكت بتاخد الفرب ايه launch يبقى launch a satellite او launch a rocket او launch a spaceship يعني يطلق ايه قمر صناعي او يطلق صاروخ او يطلق مركبة صناعية وهكذا يبقى launch تمام السؤال اللي بعد كده بقول لنا او يطلق او يطلق او يطلق في الهواء وهي دي الاجابة الصحيحة عندنا طبعا اجريشن زي اعتداء و اذن طبعا وميشن مهمة يبقى عندنا الاجابة ايه كوربين دايوكسايد اميشن انطلاق او او امبعاث ايه غاز غاز ثاني اوكسيد اليه الكربو طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لنا عندنا 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 الplan عندنا عندنا لما لايك المت plan او او intention يبقى بنستخدم ب going to excellent يبقى نولي تس planned that is going to collect it is planned دي خطة شيء مخطط له تمام سؤال بعد كده بيقول لي my grandfather was a strong pioneer believer customer or satellite or sorry or stylist in the importance of girl's education بيقول قد كان عنده يقين او اعتقاد او ايمان قوي كان مؤمن بقوة في ايه في اهمية تعليم البنات يبقى هو كان معتقد بقوة او مؤمن بقوة في تعليم البنات واهمية ذلك يبقى believer ونخلي بالنا من حاجة طالما هنا في verb to be was يبقى بنستخدم believer عشان ممكن ييجي في ويحط اللي كلمة belief اللي هو النون من believer يبقى في الحالة ديات محتاج has تمام او had يبقى لو قل my grandfather had or has strong اقول belief هي طبعا مش موجودة عندنا في بس بننبه عليها عشان نبقى عارفين الفرق ما بين believer وما بين belief السؤال اللي بعد كده تمام بيقول لنا my mother has me do doing to do done the shopping every week طيب عندنا my mother ده subject فاعل has هنا ده verb to have في present symbol في المضارع البسيط ومي ده object عبارة عن person شخص مفعول عاقل هو اللي هيقوم بالشيء تمام هو اللي هيفعل انه هو يفعل شيء ده اسمها الكوزيتف اللي هي عندنا فيونت nine اللي هي السببي فالأم أو أمي هي اللي هتخليني أعمل الحاجة دي يبقى طالما جاب verb to have مفعول عاقل بجيب على طول بعدها ايه ها اللي مذاكر هيقول مباشرة هيقول ايه infinitive فعل في المصدر excellent يبقى do يبقى اللي جاب عندنا ايه do تمام طيب السؤال اللي بعد كده يقول sometimes noise leads to on our work preparation persuasion concentration delegation sometimes noise leads to losing احيانا الضوضاء بتخلينا نفقد ايه في العمل بتاعنا نفقد انا قعد اشتغل وواحد بيعمل ازعاج او ضوضاء يبقى هفقد التركيز تمام يبقى concentration تمام عندنا preparation التحضير او الاعداد persuasion الاقناع delegation اللي هو ايه الوافد تمام فهيبقى ايه concentration التركيز وطبعا البرب concentrate on يركز على طيب السؤال اللي بعد كده بقول لنا in the last two hours I space my lessons had revised have revised 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 in the last two hours في خلال الساعتين الاخيرتين عملت رجعت لدروسين يبقى هنا بستخدم بعد in the last in the last واي مدة بستخدم بعد كده ل present perfect تمام يبقى have revised present perfect اللي هو have or has will past participle التصفيف التالي السؤال اللي بعد كده بيقول لنا it is difficult to fight germs من الصعب ان احنا نقاتل او نقاوم ليه الجراثيم ليه as they are الجراثيم دي حد يقدر يشوفها حدش يقدر يشوفها غير بالايه بالميكروسكوب يبقى هي بالنسبة لنا غير مرئية يبقى غير مرئ يعني ايه ها sensible ولا visible ولا invisible ولا suitable sensible يعني حكيم هل الجراثيم حكيمة عشان كده احنا مش قادرين نقاومها لا طبع هل visible مرئية عشان كده احنا مش قادرين نقومها لو مرئية وشايفينها انقدر نقضي عليها بسهول هل suitable مناسبة لا فالاجابة هي ايه يعني غير مرئية يعني not seen or unseen تمام السؤال اللي بعد كده بيقول لنا the doctor advised Sally takes would take taking to take the pills three times a day طبيب بقى نصح سالي انها ايه تاخذ الحبوب ثلاث مرات في اليوم طيب advised احنا عندنا بقى في الوحدة 13 يا شباب ويا بنات لازم ان نبقى حافظين الافعال اللي بييجي بعدها to plus infinitive to المصدر والافعال اللي بيجي بعدها الجيروند اللي هو الفعل مضاف له ing ونفرق ما بين d و d تمام فعندنا الفرب advise بييجي بعد ايه to plus infinitive advised to take تمام دي ممكن نربطها بيونت 13 اللي هي قلنا الافعال اللي بيجي بعدها تهو المصدر وممكن نربطها ايضا بيونت 11 اللي هو reported imperative او reported request تمام اللي هو الطلب او الامر اللي ايه الغير مباشر يبقى advised مفعول بعد كده to plus infinitive تمام يبقى to take طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لنا you would be in a gale if the weather was very gale يعني ايه اللي gale means a strong or a very strong wind ريح شديدة جد ريح قوية يبقى لو الطقس عامل ايه هيبقى احنا فيه gale احنا قلنا الحل من معنى كلمة gale لو عرفت gale هتجيبي لقى يبقى gale قلنا a very strong wind يبقى ايه windy if the weather was very windy تمام بعد كده بيقول لنا the main dish was space good that she ordered another one عندنا good adjective صفة بعد كده في ذات احنا عارفين بقى القاعدة بتعطيونة sex الوحدة الستة اللي هو expressing expressing result اللي تعبير عن النتيجة عندنا اربع حاجات عندنا so عندنا such عندنا to عندنا enough so such بييجي معاها ايه بييجي معاها ذات تمام عندنا to enough ييجي معاها to احنا عندنا هنا ذات يبقى نفكر في so such طيب such قال لي بييجي الادجكتف بعد كده noun صفة بعد كده اسم طيب هنا ما عنديش noun يبقى so so يجي الادجكتف او الادفرب صفة او الحال تمام يبقى نختار ايه so يبقى اللي جابة عندنا so تمام بعد كده بيقول لي i stopped space the book to answer the phone اه الفعل stop برضو في unit 13 في الافعال اللي في الوحدة 13 عندنا في خمس افعال بييجي بعدهم to plus infinitive or gerund يعني ما بيجي بعدهم told مصدر او الفعل اللي مضاف له ing but the meaning is completely different المعنى مختلف تماما يعني لو جابة بعدها told مصدر هيبقى المعنى مختلف عن لو جابة بعدها الفعل اللي مضاف له ing stop لما يجي بعدها told مصدر بمعنى يتوقف لكي يفعل فهنا بيقول stopped space the book to answer لكي ارد على التلفون يبقى مش هقول توقفت لأفعال لأفعال وانما توقفت عن فعل شيء كنت بعمل حاجة فوقفت الحاجة ديت عشان نعمل حاجة فهو كان بيقرأ ايه كتاب يبقى i stopped reading the book توقفت عن قراءة يبقى الverb ينجي بعد stop بمعنى يمتنع عن فعل شيء او يتوقف عن ايه فعل شيء يبطل الحاجة ديت ممكن يبطلها مواقعا وممكن يمتنع عنها تماما كنت بقرأ الكتاب فبطلت ايه القراءة علشان ارد على التليفون السؤال اللي بعده بيقول لنا i stopped to have read to have read reading to read reads the book to answer the phone هنا عندنا الفعل stop من الافعال اللي برضو موجودة في unit 13 الوحدة 13 هم خمس افعال موجودين الخمس افعال دول بييجي بعدهم اما to plus infinitive to المصدر او بيجي بعدهم الجيروند الفعل مضاف له ing but the meaning is completely different المعنى مختلف تماما خلي بالنا عندنا الفعل stop لما يجي بعده to plus infinitive to المصدر معناه انه هو stopped to do something توقف ليفعل شيء in order to do something لكي يفعل تمام لكن لما يجي بعده جيروند بعد stop معناه he stopped doing something means that he was doing something and he finished that or he no longer does this thing لم يعود يفعل هذا الشيء او انه انهى هذا الشيء كان بيعمل حاجة وتوقف عنها انهاها او بطل ايه يعملها زي هنا بقى المثال اللي عندنا بيقول لنا i stopped the book to answer انا توقفت لكي اقرأ الكتاب لكي ارد على التليفون ولا توقفت عن قراءة الكتاب لكي ارد على التليفون يبقى هو كان بيقرأ كتاب تليفون بطل قراءة عشان ايه علشان يرد يبقى no longer reads at this time لم يعود ايه يقرأ في هذا الوقت اللي هو الكتاب لكي ارد فيه طيب السؤال اللي بعدو بيقول لنا an efficient teacher doesn't silence the stearance but he them spoils disciplines owners punishes يقول لنا المعلم الكف مدرس الكف بقى اللي عنده كفاة مش بيسكت طلاب بتوعه مش بيخرسهم مش بيخليهم ما يتكلموش ولكنه بي ايه بيعملهم انضباط نظام بيحط لهم ضوابط ونظام علشان ايه علشان يمشوا عليها spoils طبعا يفسد disciplines ها اللي هو بقى اللي جابة معنا اللي هو ايه يضع ايه ضوابط او نظام يضبط ايه الطلاب owners يعني يعاقب فهو ايه بقى يضبط ايه طلاب كمام السؤال اللي بعدو بيقول لنا هو افكر في كل نوعات البدائل اللي ايه ها علشان يحل المشاكل بتاعته impossible كل البدائل المستحيلة انفعش اما هي مستحيلة ازاي بدائل اتخل مشاكل انا available غير متاحة هي غير متاحة يبقى يفكر فيها ازاي available المتاحة اه يبقى او افكر في البدائل اللي المتاحة اللي قدامه portable اللي هي ايه محمولة تمام يبقى available تمام يبقى اللي جابة عندنا ايه available alternatives البدائل المتاحة يعني اللي يقدر يعمل سؤال اللي بعده space of the 20 applicants for the job had studied abroad عندنا every و either both و each خلي بالنا بقى دي طبعا unit 5 اللي هو distributive زي ادوات التجزاء في الوحدة الخمسة every مايجيش بعدها off ماولش every off ماتنفعش تمام either بتديني choice مبين two things مبين شئين طيب both بتتكلم عن two things عن حاكتين اقول both of و حاكتين لكن انا بيقول لك 20 20 يبقى ماتنفعش برا each ممكن يجي بعدها plural بس بشرط يبقى في of apple plural يبقى لو مجيش of يجي بعد each مفرد singular اقول each student each applicant تمام لكن each of وبعدها plural وممكن يبقى pronoun each of you each of us each of them وهكذا each of و plural noun اسم جامع ادي 20 applicants 20 متقدم للوظيفة يبقى وماذا each of 20 applicants for the job had started abroad طيب سؤال اللي بعده قولنا one of the advantages of governmental obligatory attainable freelance work is that you can decide on how much work you can you can they really played well the whole match they really played well the whole match but unfortunately it was in space they lost هما فعلا لعبوا المباراة كلها كويس جدا ولكن لسول حظ ان لعبهم كويسة كان ايه بلا فائدة بلا جدوة لان في الاخر هما they lost خسر المباراة يبقى اللعب كان بلا فائدة يبقى ايه in vain in vain يعني بلا جدوة بلا فائدة السؤال اللي بعده بيقول لنا my flat is tidy شاء بتاعت مترتبة شو محتاجة بقى ايه ترتيب خلاص I needn't mustn't don't have must bother myself to get it cleaned today فيش داعي بقى ان انا ايه ازعج نفسي او داعي نفسي ويه واخلي حد بقى يجي ينضفها لي النهاردة لان هي مترتبة خلاص ونضيفة تمام فمفيش حاجة مش محتاج مفيش ضرورة ان انا اعمل حاجة يبقى عندنا I needn't mustn't يبقى ممنوع يبقى هل انا لو جيت رتبتها تاني او لو جيت خليت حد نضفها هل حد هيقول انت نضفتها ليه وهيعقبني لا طبعا يبقى مفيش منع يبقى ما ينفعش mustn't don't have محتاجة to بعدها تمام يبقى قول I don't have to مفيش to يبقى ما تنفعش I must انا لازم ازعج نفسي او ادايا نفسي وارتبها تاني ما هي وانترتب يبقى مفيش ضرورة I needn't وبعدها ليه infinitive مباشرة سؤال اللي بعده بقول لنا people seek out respecting respectable respectful respected professions نخلي بالنا بقى كويس جدنا في السؤال ده لان في بعض الطلبة ممكن ايه تلخبطوا في سؤال زي كد ليه عندنا طبعا تركيز هيبقى على كلمتين respectable و respected اوكي respectful دي برا و respecting out out of choice خارج الاختراض بتاعتنا احنا هنا اللخبطة ما بين الكلمتين respectable و respected respectable قلي it was worthy او it is worthy to be respected يستحق او جدير بالاحترام يعني ممكن تحترم وممكن لا هو جدير بالاحترام يستحق بالاحترام لكن في ناس ممكن تحترمه والناس ما هي بتحترموش لكن respected it is already respected people respected already الناس بالفعل بتحترم هذا الشخص او هذا الشيء فهنا الناس بتسع للمهن الجديرة بالاحترام ولا المهن المحترمة اللي الناس بالفعل بتحترمها بتسع للمهن اللي الناس بتحترمها بالفعل مش هتسع لمهنة جديرة بالاحترام ما هي ممكن تبقى جديرة بالاحترام بس الناس ما تحترمهاش وكل المهن طبعا المهن الشريفة اللي مفهاش حرمانية فدي ايه كلها جديرة بالاحترام لكن في بعض الناس ممكن تنظر نظرة دونية لهذه المهن فهين هناخد كلمة ايه لان الناس بتسعى بالفعل المهن المحترمة فعليا اللي الناس بتحترمها بالفعل بيقول لنا في حالة ايه تقدر تستخدم المخرج الشمال او لا تقدر لا بقى في حريق في اي مشكلة يبقى في حالة ايه الطوارئ في حالة ايه الطوارئ يبقى in case of emergency in case of a emergency السؤال اللي بعده بيقول لنا where the thieves were taken where the thieves taken the thieves have been have been taken have the thieves taken to to prison to prison دي الانصر الاجابة يعني ده السؤال وحد رد عليه قال له to prison الى الالسجن فالسؤال خلي بالك من حج في الـ question بعد الـ wh word عشان برده الفعل المساعد ده بعد الـ subject تمام يبقى عندنا اتنين where the thieves taken where the thieves taken we have the thieves taken عندنا بي ودي دول اللي فيهم الشرطين موجودين او الشرط موجود اللي هو الفعل المساعد قبل الـ subject طيب بقول اين اخذ اللصوص ولا اين اخذ اللصوص خلي بالك بقى معايا كويس جدا من النقطة عندنا الفرب take هو الفعل الاساسي اللي في الجم take take بمعنى يأخذ ده فعل بيحتاج لـ object لمفعول اقول مثلا I took the pen انا اخذت القلب او I took the marker تمام يبقى هنا في مفعول هو the marker او the pen تمام فهنا في الجملة فين الـ object لو قلت where have the thieves taken فين الـ object ده كده active مبني للمعلوم اين اخذ اللصوص اخذوا ايه مفيش object يبقى الجملة ناصي بغلط لكن where where the thieves taken اين اخذ او اخذوا اللصوص يبقى راحوا فين ودوهم فين يبقى هنا deep passive مبني للمجهول اقول لك بقى معلومة بسيطة جدا تلخص لك القادة بتاعت unit 7 و 8 في جملة او جملتين لما تيجي تحدد الجملة مبني للمعلومة مبني للمجهول عندك حاجتين اول حاجة تشوف الفرب زي ما احنا عملنا كده take الفعل ده محتاج لمفعول ولا مش محتاج محتاج لمفعول دي اول حاجة تاني حاجة اشوف مكان المفعول فين المفعول لو جاء قبل الفعل يبقى الجملة passive مبني للمجهول لو المفعول سبق الفعل يبقى الجملة passive لو المفعول سبق الفعل بنعيدها تاني هو لو المفعول سبق الفعل يبقى الجملة passive فهنا عندنا the thieves هو ده object المفعول سبق الفعل ايه taken وطبعا يقول لنا take بيأخذ مفعول يبقى عندنا اللي قابة ايه where the thieves taken تمام سؤال اللي بعده بيقول لي my youngest son enjoys space stories making of making up for making up making out بول اخوية الاصغر بيستمتع به بتأليف القصص حب يألف قصص يبقى يؤلف يعني making up تمام make up stories يؤلف ايه يؤلف قصص سؤال اللي بعده بيقول لنا as soon as i had finished my story i space the next one as soon as وجاء بعدها had finished طبعا الابوسترو في دي ممكن تبقى اختصار what ممكن تبقى اختصار had جاء بعدها finished ده past participle تصريف تالت يبقى هنا دي اختصار had مش what همام طبعا ما جاء بعد as soon as past perfect ماضي تم اللي هو had والتصريف التالت يبقى الجزء التاني past simple ماضي بسيط يبقى نختار ايه started حدسين حصلوا في الماضي الماضي التام هو اللي حصل الاول بعد كده حصل past symbol الماضي البسيط يبقى i started the next one سؤال اللي بعده بيقولنا we expect thousands of football fans space the african cub in june to be attended to attend attending attend عندنا الverb expect expect يتوقع في object مفعول اللي هو thousands of football fans كل ده object تمام بعد كده بيجي مع expect من الافعال اللي بيجي بعدها ايه to plus infinity to المصدر تقول لي انا عندي اتنين to المصدر عندي to be attended و to attend تمام طيب لو قلنا to be attended يحضر لا في object بعد الفرب ها هو the african cub اللي هو ايه كاس اللي هو امم الافريقية يبقى المفعول جاء بعد الفعل يبقى مش passive يبقى active احنا قلنا في السؤال اللي من شوية قلنا لو المفعول قبل الفعل يبقى الجملة passive لا هنا المفعول بعد الفعل يبقى الجملة active مبني المعلوم يبقى نختار to attend to attend the african cub السؤال اللي بعده بيقول لنا احمد recommended me space on the new course احمد recommended me space on the new course عندنا recommend خلي بالك لان لها كذا حال recommend لو جاء بعدها مباشرة الفرب هيبقى verb i-n-g اقول احمد recommended enrolling احمد recommended enrolling لو الفعل بعد recommend مباشرة يبقى الفرب اضف له i-n-g لو جاء subject لو احمد recommended i مش me بقى هنا me object مفعول لكن لو جاء subject i يبقى هجيب infinitive enroll او should ولا infinitive يعني ممكن اقول i enroll او i should enroll لو object يبقى two plus infinitive يبقى لها ثلاث حالات تمام recommend او suggest الاثنين زي بعض يجي بعدها مباشرة الفعل ونضف l-n-g يجي بعدها فاعل بعد كده المصدر او should و المصدر يجي بعدها object مفعول يبقى two plus infinitive two والمصدر يبقى me مفعول فهناخد two enroll السؤال اللي بعده بيقول لنا you space show your passport when you travel abroad لما تيجي تسافر للخارج ينفع سافر من غير passport بتاعي من غير جواز السفر ما ينفعش طبعا يبقى ده هنا الزام لو جيت سافر ومش معاي جواز السفر يقول لي لا اسف ممنوع تفضل رجع تاني يبقى هنا في الزام يجب ان تفعل يبقى عندنا الالزام هنا have to يبقى you have to show your passport لازم توري لجواز السفر بتاعك عندما تسافر الى الحر طيب السؤال الاخير عندنا في الاختيار بيقول لنا دينا space last week gets her house to decorate has her house decorated got her house to decorate had her house decorated خلي بالك من السؤال ده عندنا جزئيتين هنقولهم اول حاجة ان last week بتدل على الماضي دي اول حاجة يبقى gets و has ما تنفعش لان الاتنين مع المضارع تمام يبقى احنا كده بنعمل ايه خاصية الاستبعال بس تبعد الخطأ gets و has مع المضارع بيقول لي last week ماضي يبقى got had الاتنين ماضي طيب اركز بقى got her house to decorate ده برضو ايه الكوزاتف في passive السببية في حالة المبني للمجهول او في صيغة المبني للمجهول got got وبعد كده المفعول الغير عقل وبعد كده التصريف التالت فهنا ما ادنيش تصريف تالت ادني two plus infinitive يبقى خطأ نفس الكلام مع verb to have had مفعول غير عقل تصريف تالت يبقى got او had تمام تيجي في اي زمن بقى هنا عشان ماضي فبنتكلم بنقول got او had لو ازمنا تاني هيبقى في نفس الزمن بتاع بعد كده المفعول غير عقل بعد كده التصريف التالت يبقى الصح عندنا الاخيرة had her house decorated had مفعول غير عقل الحاجة اللي هتتعمل اللي هو المنزل اللي هي يدهن بعد كده تصريف تالت تمام بكده بنكون انهينا السؤال الاول اللي هو choice سؤال الاختياري تمام السؤال اللي عندنا read the following passage then answer the questions بيجي لنا قطعة تمام بيجيب لك قطعة تقرأها وبعد كده ايه جيب لك اسئلة على القطعة فالقطعة سريعا هي قدامنا عشان نقعد بقى ناخد وقت معلش عشان ايه اا بنضيعش الفيديو كله في ايه في القطعة طيب اا معلش نرجع تاني هنا كده ده اول سؤال عندنا على القطعة بيجي لنا local green companies sell posters magazines and mobile phones sell posters magazines and mobile phones ولا work with all the paper and mobile phones ولا consume more water ولا use the world resources to be cool نرجع للقطعة ونشوف ال green companies بتعمل ايه في الحاجات ديط بص معايا كده هنا اوكي هنا في الساطر التالت هنا في الساطر التالت الاول بيقول لنا local green companies can make those all the posters make ما هلش سيلبا make those all posters and the magazines into recycled paper and they can transform your all the mobile phones يبقى تكلم عن posters تكلم عن mobile phones بص ما هلش سيل تمام into a new one يبقى لما نرجع للسؤال مرة تانية يبقى اللي جاب عندنا work with all the paper and mobile phones يبقى work with all paper and mobile phones طيب السؤال اللي بعده number two يقول لنا plastic bottles are bad for the environment good for the environment some of the natural resources make people look full plastic bottles الزجاجات البلاستيكية نرجع للقطعة تان بص معايا هنا كده هنا بيقول لنا when you drink from plastic bottles you want to help the planet you want to help انت كده مش بتساعد الكوكب يبقى معناها ان هي ان البلاستيك بوطلز are bad for the planet or the environment ان هي سيئة للايه للكوكب او للبيئة تمام طيب يبقى كده تاني سؤال معنا plastic bottles are bad for the for the environment طيب عندنا السؤال التالت بيقول لنا a lot of food products come in all the recycled paper glass boxes only one bag or box lots of bags and boxes a lot of a lot of food products come in نرجع للقطعة كين بص معايا هنا كده a lot of modern food products have many packaging have many packaging يبقى هنا كده دي الاجاب lots of bags lots of bags عبوات اللي هي bags and boxes يبقى لها lots lots of bags and boxes سؤال الرابع في القطعة بيقول لنا if you have a bath you will help save the world use necessary things waste water use less water لما تاخد حمام تستحمل بتستحمل بتغتسل تمام بتعمل ايه في الوقت ده ها نشوف في القطعة برضو بيقول لنا هنا don't have a bath don't have a bath have a shower when you have a bath you use approximately 90 liters when you have a shower اوكي يبقى هنا انت كده ايه wasting you are wasting water انت كده ب بتوذر او بتوهدر ليه الماء يبقى ويستي waste water دي لقى سؤال الخامس بيقول لنا the planet will survive if الكوكب ها يبقى امتا if we stay at home this evening if it starts saving water if you drink in a plastic bottle if everybody participates in saving it امتا نرجع للقطعة in saving it ان الجميع يساهم او يشارك في الحفاظ على ايه على الكوكب السؤال السادس بيقول لنا which of the following sentences is not true اي واحدة من هذي الجمل غير صحيحة غير صحيح there are companies that reuse all things في شركات بتريد استخدام الاشياء القديمة دي جملة صحيحة وموجودة وشفناها في السؤال او people drink in plastic and glass bottles الناس بتشرب في زجاجات من الزجاج او عبوات يعني من الزجاج ومن البلاستيك دي صحيحة وموجودة في القطعة modern food products help the planet الطعام او المنتجات الغذائية الحديثة بتساعد الكوكب هنشوف في القطعة water is the most important natural resources in the world المياه هي اهم مورد طبيعي او مصدر طبيعي في العالم نرجع سريعا كده للقطعة بيقول لنا هنا ايه a lot of modern food products have many packaging and it is a waste اوكي why not drink fruit juice from a glass bottle and make a sandwich loss is easy وهكذا يبقى هنا بيتكلم عن ايه عن ان modern food products is a waste تمام يبقى هي دي اللي false sentence اللي هي modern food products help the planet طيب بيقلنا بعد كده اربع اسئلة open-ended questions تمام answer the following questions number one بيقول لنا what is the main idea of the passage ايه هي الفكرة الرئيسية للقطعة سؤال زي كده سؤال جميل بيبقى مطلوب منك ان انت تاخد فكرة عامة عن القطعة ككل مش عن just one paragraph مش فقرة واحدة القطعة بتتكلم عن ايه كيف نحمي كوكبنا طيب السؤال التاني بيقول لنا what does the underlined word them refer to نرجع للقطعة ونشوف them اللي تحتها خط بتشير الى ايه ادي هنا them بيقول لنا طبعا نخلي بالنا من نقطة them هنا ضمير جمع يبقى لازم الى الكلمة اللي هاجبها تكون جمع لازم الى الكلمة اللي هاجبها تكون ايه جمع مفعش اجيب كلمة مفرد يبقى collect those t-shirts and jeans that are too small for you and give them اجمع جمع هذي التشيرتات والبنطلنات الجينس تمام واعطيها اللي هي صغيرة جدا عليك واعطيها تعطي التشيرتات ديت والبنطلنات to a charity اللي جمعية خيرية يبقى هذي معايد على ايه اللي على t-shirts and jeans يبقى عايد على t-shirts and jeans اوكي يبقى دي ايه الاجابة t-shirts and jeans السؤال اللي بعد كده بيقول لنا find in the passage two words that mean nearly gather طيب خلي بالك برضو من السؤال ده طلب كتير يقفوا قدامه لما يجيب لنا سؤال ويقول لك هذي من القطعة كلمة بتعني هذي الكلمة بيدي لنا كلمتين ويقول لك هذي كلمتين بيتسويهم في المعنى اولا كلمة nearly ده adverb يبقى المطلوب منك كده اولا بتحدد نوع الكلمة هل هو بيدي لك verb ولا adjective ولا noun ولا adverb بيدي لك ايه نوع الكلمة اللي انت هتجيبها ايه هل هي صفة ولا اسم ولا فعل ولا حال تمام طيب اذا كان فعل يبقى هل هو مضارع ولا ماضي ولا امر ولا نوعه ايه تمام فnearly هنا ده adverb يبقى انا كده هجيب adverb ok nearly بمعنى تقريبا حوالي تقريبا gather gather بمعنى يجمع طيب يبقى ده verb فعل يبقى انا عايز adverb وعايز verb تمام نرجع طيب nearly حوالي او تقريبا يبقى غالبا هيجي بعدها عدد اشوف فين هنا في القطعة اللي بعدها عدد 90 يبقى approximately حتى فيها ly زي هاي يبقى you use approximately اشيل الكلمة اللي موجودة في القطعة وحط الكلمة اللي هم مدهاني هم اديني nearly يبقى اقول you use nearly 90 letters when you have a shower يبقى you use nearly اه يبقى دي بيت سويا يبقى دي اول واحد طيب التانية gather verb فعل يبقى لنا يجمع او اجمع اه collect collect those t-shirts and jeans gather those t-shirts and jeans اجمع هذي ليه البانطلنات والتيشيرتات وعطيها ليه للجمعية الخيرية يبقى nearly equals approximately وعندنا gather equals collect تمام اخر سؤال في القطعة what do you think would happen if we don't start saving the planet يقول لك ايه اللي ممكن يحصل لو ما بدأناش ننقذ الكوكب بتاعنا لو الكوكب ما حاولناش نحن ننقذه ايه اللي هيحصل الكوكب هينتهي اكيد ده بقى ايه critical thinking question سؤال ايه اه تفكير نقذ فانت بتبدي رأيك يبقى نقول our planet would end if we don't start saving the planet it would end هينتهي الكوكب اكيد طيب بكده خدنا سؤال choice الاختياري سؤال passage القطعة نشوف اه اخر سؤال معنا النهاردة ان شاء الله اللي هو finish the following اه between a customer and a cashier in a restaurant اه عبارة عن dialogue محادسة همام ما بين زبون وما بين اه اللي هو موظف ايه الخذينة او اه على المطعم تمام اللي بيحاسب يعني طيب الديالوج قدامنا هو لما نيجي نحل سؤال الديالوج يا شباب في الامتحان اه اول حاجة بتقرأ الديالوج بالكامل كويس جدا وتاني حاجة بعد ما تقرأه كويس في الاول تاني حاجة تبدأ بتحدد ايه المطلوب في الديالوج هل هو مطلوب question مطلوب سؤال ولا مطلوب اه جملة sentence سؤال لها بالضبط تمام اه طيب لو مطلوب اه سؤال بتحدد هل السؤال اللي مطلوب yes no question ولا wh question سؤال بيبدأ بفعل مساعد ولا سال بيبدأ سؤال يبدأ بعدات استفهام ولو هو مديلك سؤال وعايز الاجابة بيبقى على حسب نوع السؤال اللي هو مدهوني ازا كان اه بادئ بفعل مساعد هجاوب yes او no ازا كان بادئ بادئات استفهام هجاوب حسب بادئات الاستفهام هنا الديالو قدامنا هم بيقول لنا ها كشير بيقول لنا hello may i take your order فرد عليه الكستمر الكشير قال له sure would you like the combo deal or just the sandwich فرد عليه الكستمر قال له بعد كده الكشير the combo is 20 pounds it comes with medium fries and a drink فالكستمر رد عليه بعد كده الكشير سألوا سؤال قال له cook please بعد كده الكشير سألوا سؤال قال له no that will be all thanks فالكشير قال له in or out بيسألوا فرد عليه بعد كده قال له that will be 20 pounds please قال له thank you here you are طيب hello may i take your order ممكن اخذ الطلب بتارك حضرتك عايز ايه يعني عايز يقول له ايه طلبات حضرتك فهيقول له حاجة هيقول له الطلب بتاع تمام فرد عليه قال له شور بالتأكيد would you like the combo deal or just the sandwich عايز السندوش العادي ولا السندوش اللي اللي عليه العرض تمام اللي هو بقى السندوش مسلا مع مشروب ما وهكذا يبقى اول حاجة هنا هيقول yes yes عشان yes no question بعد كده I would like a sandwich please I would like a sandwich please انا محتاج sandwich من فضلك طيب فقال له شور would you like the combo deal or just the sandwich فايسألو فقال له the combo is 20 pounds it comes with medium fries and drink هيقول له ايه how much is it اه هو بكم سعره كام فقال له the combo is 20 pounds it comes with medium fries and a drink بعشرين جنيه وسعره وبيجي مع البطاطس المحمرة المتوسط حاج متوسط يعني ومشروب نشوف في الاخر هاي بقول له that will be 20 pounds يبقى هو اخد الكمبو ولا السندوش اه هنا 20 وهنا 20 يبقى خد الكمبو يبقى يقول له ايه او 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 will take it انا هاول لان لو مش هياخده كان السعر هيختلف فعشان كده بنقول نقرأ المحادسة كلها في البداية طيب فبعد كده الكاشير هيقول حاجة هيسأله سؤال فالكاستومر قال له coq please coq طبعا لها كوكا كولا تمام اه فبيسأله سؤال بقول له which drink would you like ايه المشروب اللي انت محتاجه فقال له coq please فالكاشير هيسأله سؤال قال له no that will be او لا ده كل حاجة مش عايز حاجتين يعني شكرا thanks فيقول له محتاج حاجتين عايز حاجتين do you want anything else do you want anything else محتاج اي شيء تاني فبيعد كده الكاشير بقول له in or out هتاكل هنا يعني ولا ولا بره هتاخدوا بره تمام يعني take away ولا هنا في المحل في المطعم فهيقول له out please قال له that will be 20 pounds please اتمنى لكم طبعا جميعا التوفيق ونشد حلنا خلاص انتحنات الرابط ارقام الجلوس نزلت الجميع يكتهد ويشد حلو وطبعا اكرر شكري لنقابة المعلمين على مجهودها وان شاء الله نكون معاكم في فيديو تاني قريب وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته